من يهده الله فلا مريك له ومن يضله فلا هاري له وأشهد أن لا إله إلا الله أحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده رسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل مدعة الضلالة وكل ضلالة الزمن الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا فسبحان الله بكرة وأصيلة لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا نياه أخلصين له الدين ولو كره الكافر أرسل الله سبحانه وتعالى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين وقال له يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله لإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودعا أداهم وتوكل على الله وكفى بالله وكي النبي الذي أرسله الله تبارك وتعالى شاهدا على من أرسله إليه ويخيمه الله تبارك وتعالى شاهدا يوم القيامة على هؤلاء فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيدة وجئنا بك على هؤلاء شهيدة يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يهتمون الله أحد ومبشرا للمؤمنين ونذيرا لكاتب وداعيا إلى الله بإذنه مهمة النبي دعوته إلى الله سبحانه وتعالى بإذنه بإذن الله فهو الذي أقامه وأرسله وأوحى إليه وهداه سراطه المستقيم وأمره أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى وبشره أن يجعل دينه فوق كل الدين فهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كل وكفى بالله الشهيد وبشر المؤمنين بأن لهم من الله ظفرا كبير فمن مهمة النبي مما أرسل به النبي أن يبشر المؤمنين من يبشر المؤمنين وصف الله تبارك وتعالى المؤمنين الذين يستحقون البشارة من الله قال قد أثلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشرون والذين هم عن اللغة معرضون والذين هم للزكاة فألوه والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكة إيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فألوه والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يارثون انسر الدوس هم فيها خالي فهذه الصفات من أرسل النبي لمشارة المتصفون بهذه الصفات وقال سبحانه وتعالى إن الإنسان خلف هلوع إذا مسه الشر جزوع وإذا مسه الخير منوع إلا المصردين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم بالسعي والمحروف والذين يصطفون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير معمون والذين هم لفرودهم حافظون إلا على أزوادهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن اتقى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعادهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرم هذا البشار لمن اتصفوا بهذه الصفات وكذلك الخالد سبحانه وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناء وإذا خاطبهم الجاهلون خادوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها سات مستقر ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك الخواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يسعى لذلك يقع الثاما يضاعف له العذاب يوم الخيامة ويخلق فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنا وكان الله وفورا رحيم ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابة والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا بالله مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها الصم وعميانا والذين يقولون ربنا هم لنا من أزواجنا وزرياتنا قرة أعلم واجعلنا للمتخين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها كحية وسلام الغرفة غرف الجنة يرى ظاهرها من باطنها أو باطنها من الغرية ويلقون فيها كحية من ملائكة الرب جل وعلا والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار فهذه البشارة بشارة الله الموحى لها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا القرآن العظيم ليبشر به المؤمنين وبشر المؤمنين لأن لهم من الله خطما كبيرا قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في يوم عرفة وكان مما وصى به المؤمنين قال لا ترجعوا بأني كفارا يضرغوا بعضكم رخاء وضع وأخبرهم بأن المسلمين أمة واحدة وإخوة خارنهم أي بلد هذا ليس البلدة حرام أي شهر هذا أليس للحج الشهر الحرام أي يوم هذا أليس يوم عرفة يوم الحج الأكبر ثم قال لهم فإن دماءكم وأموالكم وأرادكم عليكم حرام كهربة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت اللهم مشهر وصية النبي في حجته حجة الوداع وهو يودع المؤمنين يصبح بهذا أن يعلم كل أحد منهم أن دماء فيه المسلم وعرضه وماله حرام حرم شديدة وقد جاء القرآن محذرا من كل انتهاب لأرض المسلم أو دمه ففي حرمة الدم يقول الله تبارك وتعالى من يخبر مؤمنا متعمدا فجزأه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعندناه عذابا عظيم وأوصل نبي صلى الله عليه وسلم فالخالى المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحكره وحسب منه من الشر أن يحكر أخو المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه التقوى ها هنا ويشير الأصدر التقوى ها هنا التقوى ها هنا من الظلم تم التقوى وهي مخافة الله تبارك وتعالى يجب أن يعلم المسلمون هذا يجب أن يعلم المسلمون هذا وأن يخوموا به وأن يطبقوه وأن يرأي كل مسلم حقا فيه المسلم فمن حق المسلم على المسلم إذا سلم عليك أن تؤد عليه السلام وإذا عطس أن تشمت وإذا دعاك أن تجيب وإذا استنصرك أن تنصرك وإذا مرض أن تعود وإذا مات أن تشيع جنازة وإذا أقسم عليك أن تبر قسم هذه ست أمور من حق المسلم على أخي المسلم وقبل هذا كف الأذى كله فإن إذا المسلم كبير قال تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا وهذا جعله الله تبارك وتعالى في الآية على حق النبي قال إِنَّ اللَّهُ مَلَيْكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بالجنة والرضوان والمغفرة بشر الله المنزل في كتابه والمقروع على لسانه رسوله صلى الله وسلم أن يكون هكذا أن يقوم بما أمر الله تبارك وتعالى به من الواجبات في الأفلح المؤمنون الذي لهم في صلاةهم خاشهم وأن يكف أداه عن المسلمين وأن يقوم بحق إخوانه المؤمنين أن ذلك يسلم وينال البشرة وينال الجائزة في الجنة وأما من فرّط فلم يُطعي الله ولم يُطعي الرسول فهذا قد أضع نفسه ألا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وآهدهم يوم الخيام وكذلك من فرّط فاعتدى وظلب وبغى فإن هذا كلهم أخذوا منه معاكم منبه مهما كان لم يفلد والله لم يفلد والله لم يفلد ظالم بمظلمته فإن الله تبارك وتعالى قائم على كل نفس بما كسب فليظن أن ظالم ظلم أخاه المسلم أنه سيفلد بذلك ولو كان غمزة أو لمزة أو سبة أو شتمة من قال لي أخيه يا كافر وليس كما قال إلا حرع يرجى الله الصولة يخال له أنت الكافر هو ليس الكافر مدام هو ليس الكافر ومن خال لي أخيه عدو الله وليس كما قال إلا حرع عليك رجع عليه الوصف ولعن المؤمن كفضل فمن لعن مؤمنا فهذه كأنهم قتل سفك دمه فأقول فأقول لن يفلت ظالم لن يفلت ظالم من مظلمته ولن يدخل مؤمن الجنة إلا بعد أن يؤدي ما عليه من التبعاد علي تبعاد من ظلم أو أخذ حق لا أبد الأول لا أبد أولا أن يؤدي ذلك قبل أن يدخل الجنة وهناك من يحبس في النار حمسا يعلم الله إلى متى من قال في أخيه المؤمن ما ليس فيه قال قول ما هو ليس فيه إلا كان حقا عن الله أن يسجنه في ردغة الخبال ردغة الخبال عصارة أهل الماء حتى يأتي بالمخرج من ما قال يقال لن تخرج من هنا من هذه النار إلا إذا أتيت بالمخرج من ما قل في أخيه المؤمن أمر صعب صعب وعسير صعب وعسير حقوق المسلمين ارعى حقوق المسلمين لا تطلخ لسانك في أعراض المسلمين ولا تطلخ يدك في أموالهم ولا تطلخ يدك في دمائهم أكبر شيء الدماء ارعى هذا لتنان البشر وبشر المؤمنين لأن لهم من الله فضلا كبير المؤمنين المتصفون بهذه الصفات التي وصف الله تبارك وتعالى والمبتعدون عن هذه النواهي التي نهى الله تبارك وتعالى عنه وأسأل الله أن يجعلنا منه من السنة في هذا اليوم التكبير ومن كانت له أضحية فليأذكر اسم الله عليها وليأكل منها وليغاسي غيره من الفقراء والمحتاجين بها وهذه سنة سنة عظيمة وهذا اليوم يوم تكبير ويوم ذكر لله تبارك وتعالى ويوم فرح ويوم السرور فأدخلوا الفرح والسرور على قلوب يعني أبنائكم وأزواجكم وأحبتكم وجيرانكم ليسلم كل أحد على أحد كان أنه يخرج إلى الصلاة العيد من طريق ويعوده من طريق إلى آخر ليسلم بس للسلام للسلام ومقابلة أهل الميمة استغرق الله ولكم كل ذنب والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى مناسبكم